موسيقى هلو هلو حبيب الحلوين جونير فايف are you ready to download today جهزين لدرس النهار دا يا حلوين النهار ده إن شاء الله هنبدأ مع بعض في unit 4 concept 2 lesson 1 بعنوان day and night يعني أنا عايز أتكلم عن النهار والليل يا ترى الأرض دي إزاي بيحصل فيها النهار والليل هو ده موضوع النهار ده يلا بينا نقول لك earth spines أو نقول عليها rotates all the time يعني ديماً الأرض في حركة ديماً الأرض بتدور حوالي نفسها إيه ده يا ميس بس إحنا مش بنحس بالموضوع ده خالص آه فعلاً علشان إحنا بنتحرك معاها بنفس سرعتها إيه ده بجد أقول لك آه إحنا بنتحرك بنفس سرعة الأرض وبنتحرك معاها بنفس السرعة علشان كده مش بنحس بحركتها طب إيه الدليل إنها بتتحرك يا ميس قال لك الدليل إن بيحصل جورة الليل والنهار يعني الليل وبعدين يجي النهار وبعدين كده يجي الليل تاني وبعدين يجي النهار تاني وهكذا عمرهم ما تلغبطوا ولا واحد فيهم قال لك لأ أنا مش جاي النهار ده صح ولا لأ آه فعلاً عندك حق يبقى بيقول لك we can't feel earth's spining يعني إحنا مش بنحس إن الأرض بتلف but we know that for a from regular pattern of day and night يعني ولكن أنا عارف إنها بتدور بسبب وجود إيه دورة الليل والنهار اللي بتحصل دي طب بيقول لك give reason the phenomena of regular pattern of day and night happens يعني بيقول لك وليه الفينامنا يعني الظاهرة الطبعية بتاعت دورة الليل والنهار دي بتحصل حقول لك علشان الأرض بتدور حوالي نفسها صح ولا لأ ها يبقى حنقول الإجابة بتاعتنا إيه ها يبقى due to earth's rotation on its axis يعني إيه يعني بيقول لك بسبب إن الأرض بتدور حوالي محورها إيه محورها ده أنا أول مرة أسمعها هقول لك بص يا سيدي الأرض دي عاملة زي كده مثلا نتعامل معها كأنها بطخار حلو كده وإنت حطيت استكينة في البطخار بالطول كده يبقى الأكس اللي احنا بيكلم عنه اللي هو للأس هو زي كده خط خيالي خط احنا تخيلناه علشان نقول إنها بتدور حواليه ما نعايز أوصف حركتها هوصف لك بالنسبة لإيه أو شكلها إزاي هقول لك هي بتلف بتلف إزاي لازم أوصف لك أو عبر لك حتى يتلف إزاي يعني سؤالك لما تقولي بتلف إزاي دي أقدر أرد عليك وأديك في تفسير فإحنا تخيلنا إن فيه خط بيمر من النورس بول للسورس بول في الأرس وقلنا إن هو ده كده نسميه بالأكسس يعني محور محور الأرض وإن الأرض لما بتلف بتدور حواليه تمام؟ يبقى إيه إرسز أكسس يعني إرسز أكسس يعني محور الأرض طب يا ميس محور الأرض ده حاجة كده موجودة قادر شوفها بعيني يعني لو مثلا لما نطلع الفضاء ونشوف سورة الأرض من بره من بعيد خالص نقدر إن إحنا نشوف الإرسز أكسس دي قال لك لا مستحيل طبعا عشان دي حاجة إيه حاجة خيالية حاجة تخيلناها علشان نقدر بيها نوصف حركة الأرض أو نوصف دوران الأرض حواليه نفسها يعني هو خط بيمر من النورس بول للساوس بول في الإرس إجري اللاين ده هو حقيقي موجود بجد هقول لك لا ده إمجناري لاين ده خط خيالي إحنا تخيلنا إنه موجود علشان نوصف فيه حركة دوران الأرض حواليه نفسها طب تهالا نسأل نفسها سؤال بقى هي الأرض عشان تدور حواليه نفسها دورة كاملة علشان تتم دورة كاملة محتاجة وقت قد إيه قال لك محتاجة يوم بحاله يعني بيقول لك إن الأرض علشان تلف حواليه نفسها دورة كاملة علشان تتم دورة كاملة ولفة كاملة محتاجة 24 ساعة محتاجة يوم بحاله تمام؟ آه خلاص فهمت علشان كده يا ميس في اليوم الواحد بيظهر ليل واحد ونهار واحد علشان الأرض لما بتيجي تلف بيكون في جزء مواجه للشمس الجزء ده بيكون نهار ولما الأرض بيتلف ويبدأ الجزء اللي كان موجه للشمس ده يبدأ يبعد عن الشمس يبقى ده الليل ويبدأ اللي كان عنده ليل يبدأ يبقى عنده نهار يبقى الأرض حوالين الشمس الجزء اللي بيكون موجه قدام الشمس ده بيكون نهار والجزء اللي بعيد عن الشمس هيكون ليل تيجي الأرض تلف وتديها ايه تلف بقى تبدل الجزء اللي كان بعيد عن الشمس يبقى قدام الشمس فيبقى النهار والجزء اللي كان قدام الشمس يلف ويروح رايح بعيد عن الشمس ويبقى الليل الكلام ده عشان يحصل بيحتاج ايه يوم كامل عشان كده في اليوم بيحصل إنه بيظهر ليل واحد ونهار واحد تمام؟ يبقى Earth takes a whole day 24 hours to make one complete turn on its axis تمام؟ حلوة جميل جدا عندنا بقى هنا بيقولك during Earth's rotation يعني أثناء ما الأرض بتدور حوالين محورها إيه اللي بيحصل؟ قالك نصها بيكون موجه للشمس والنص التاني بيكون ضلمة بعيدة عن الشمس ده حاجة بديهية يعني بيقولك إيه half of Earth faces the sun كلمة faces هنا مش معناها وش الشمس يعني لأ مواجه للشمس يبقى half of Earth faces the sun so this part has day يعني جزء من الأرض حيكون موجه للشمس وساعتها ده حيكون إيه؟ هو في النهار تمام؟ the other half of Earth faces away from the sun يعني الجزء التاني حيكون البعيدة عن الشمس وحيكون الجزء الظلمة and doesn't receive any light so this part has night يعني جزء ده حيكون بعيدة عن الشمس وبالتالي حيكون عنده الليل يبقى الجزء الموجه للشمس ده اللي قريب من الشمس هو ده اللي هيكون عنده النهار هو ده اللي هيكون عنده day النهار لكن الجزء البعيدة عن الشمس اللي هو هيكون إيه؟ faces away from the sun بعيدة عن الشمس خالص بعيدة عن ضقها وبالتالي هيكون إيه؟ هو النهات هو ده الليل طيب حلوة قوي قال لك استنى استنى خد بالك notes حاجة مهمة جدا إيه هي؟ قال لك earth عشان بتدور حوالي نفسها كده بيحصل حاجة مهمة أول حاجة بتتسبب separation of the earth cause إيه؟ يعني أن الأرض تلف حوالي الأكس بتاعها ده بيسبب إيه؟ أول حاجة اللي احنا عاملين نتكلم فيها من أول ما بدأ لنلسن اللي هي regular pattern of day and night يعني ظهور الليل والنهار بشكل متتابع ومتتالي كل يوم طيب وإيه كمان؟ قال لك the appearance of the sun as it is moving across the sky يعني كمان ظهور الشمس وإن إحنا بنحس إن هي كإنها بتمشي في السماء بتاعتنا بس على فكرة الواقع بتاعنا إن السن ثابتة في مكانها والمشكلة إن الأرض هي اللي بتلف يا جماعة حوالي نفسها يبقى سبب دوران الأرض ده هو سبب ظهور إن الصن بتمشي في السحابة عندنا يبقى الحقيقة مش إن الشمس هي اللي بتمشي في السحابة الفكرة الحقيقية إن الأرض هي اللي بتدور حوالي نفسها فيبدو لينا إن الصن هي اللي جاية ومشية في السحابة عندنا فبيسألك سؤال وقعي وبديه جدا Where is the sun in the sky؟ هي فين الشمس في السحابة عندنا في الأرض؟ قالك يا سيدي أنا بلاحظ إن مكانها بيتغير يعني إيه؟ يعني أول لما بتظهر بتكون موجودة في الأيست ولما تتيجي تمشي بتكون موجودة في الويست يعني بيقول لك The sun appears as it moves from east to west يعني بيقول لك إن الشمس بتبدأ من نظهرها من الأيست ولحد ما تمشي وتوصل للويست إيه دا يميز بتنط يعني؟ قلت لك لأ بتمشيها خطوة خطوة يبقى بتبدأ من الأيست وتنتهي بالويست تبدأ تشهق من الشرق وتغرب من الغرب عادي جدا قلت لك The sun appears in the east during the early morning يعني في النهار في البدري جدا الصبح بدري جدا في بداية ظهور الشمس بتظهر فين في الايست طيب وبعدين قال لك وقت كده الظهر فأعرف كده وقت أزان الظهر؟ بيحصل إيه؟ قلت لك The sun appears above the center at the middle of the day at noon يعني وقت الظهيرة لهو وقت الظهر ده الساعة 12 تلاحظ إيه؟ لما تسيجي تقف كده بالنهار وتبص في السماء تلاقي الشمس دي موجودة at above the center يعني كأنها في النص فوق المركز بالزبط يعني في النص يبقى الشمس مشيت من الايست لحد ما وصلت ليه إيه؟ above the center في النص حساء إيه؟ at the middle كده في النص طيب وبعدين قال لك كاسيدي بعد بقى إيه؟ الدنيا بتيجي بالليل شوية يبقى The sun appears in the west الشمس بتبدأ تظهر فين بقى؟ في الويست خلاص بتقول لك bye bye ومشي during إيه بقى؟ during the late afternoon وقت المغرب كده كده بيبدأ تلاقي إيه؟ الشمس دي قربت خلاص من الويست وتقول لك bye 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 أنا مشي يبقى أول حاجة The sun appears in the east during the early morning نمبر 2 عندي The sun appears above the center at the middle of the day في وقت الظهيرة كده آت نون وكمان آخر حاجة إن The sun appears in the west during the late afternoon يعني بتبدأ إيه؟ تبدأ تمشي بقى وتغرب من ناحية إيه؟ الغرب يبقى الصن يا رماعة بتظهر عندي في الإيست ويبتمشي من الويست طب هي ترى الصن فعلاً بتمشي زي ما أنا فاكر كده ولكنت متوقع كده لأ يا جماعة الحقيقة إن الأرث علشان بتعمل rotation بتدور حوالين نفسها فده إيه؟ الحقيقة بتاعتها علشان كده بتظهر إن الشمس هي اللي بتلف في السحابة بتاعته يبقى الحقيقة إيه؟ إن الأرث بتلف حوالين نفسها حوالين المحور بتاعتها فيبيظهر لي إن الصن بتمشي في السحابة بتاعت الأرض لكن إيه؟ ده مش صح الشمس مش بتمشي في السحابة أنا الأرض لما بتلف حوالين نفسها هي اللي بتخلي الإر الصنقي تظهر في السحابة عندنا في الأرض تمام؟ ويقول لك كمان عندي rotation and revolution أيوة هي دي الكلمة اللي أنا عمالة أقول لك ونبهك لها من الصبح يقول لك كلمة rotation rotation and revolution أو يقول لك rotation or revolution يعني rotation كلمة rotation دي مرتبطة إن الحاجة دي بتلف حوالين نفسها حوالين المحور بتاعها لكن كلمة revolution يعني حاجة بتلف حوالين حاجة تانية خالص طيب تعال نقراهم واحدة واحدة علشان نفهمهم كويس جدا بيقول لك إيه rotation rotation it is the spinning of an object around an axis يعني إيه يعني بيقول لك هو عبارة عن object الشيء بيلف حوالين المحور بتاعه زي مثلا example mean l-earth rotation on its axis يعني الأرض بتدور حوالين المحور بتاعها طيب يا سيدي كده وإحنا فهمنا rotation طيب مين بقى الـ revolution دي قال لك revolution revolution وخد بالك من الـ resbaling بينهم عشان بيساعد بيلغبط كتير revolution revolution يعني إيه يعني مثلا عندك دوران الأرض حوالين الشمس آي دي حاجة والصن دي حاجة تانية خالص إن الأرض تلف حوالين الشمس دي معناها revolution حاجة بتلف حوالين حاجة تانية خالص يبقى إيه it is the orbiting of an object around another object يعني دوران شيء حوالين شيء آخر example علي مين يقول لك earth revolution around the sun in an orbit يعني دوران الأرض حوالين الشمس في الأوربط بتاعها تمام طبعا إحنا كنا قايلين قبل كده الأوربط للإيرث ده ما حاجة خالية بس إحنا بنرمز بيها للمكان اللي بيلف فيه الأرض كده نكون خلصنا لسن النهار دي يا رب يكون سهل وبسطة عليكم لو احتاجتوا أي حاجة كتبوا لي في كومنتس أو كتبعتوا لي على الواتسف وأنا معكم في أي واتوي باي باي